اشتركوا في القناة في كمية صور ومشاهد مش طبعية منحظ الحلو بقى النهاردة منحظ الحلو النهاردة ان معايا بطل من الابطالك المتواجدين النهاردة بطل جميل دمه خفيف رائع شاطر زكي وبطل بطل في السباحة وبطل في الخماسي الحديث محمد ماضي محمد عامل ايه اخبرك انت ايه منور الدنيا صح من يمت النهاردة من خمسة قاعد صحران معينا النهاردة صحران صحرة طويلة اه كي دي بقى عملت ايه النهاردة اه احنا طلعنا عن المصرح ادي اعملنا باي باي الرايس سيدي وعملت ايه تاني وبس وما كنت مبسوط النهاردة اه تبتستنى اليوم ده زي كده تستنى كل سنة انا بستنى السانية اللي هطلع فيها عن المصرح كل سنة استنى السانية اللي هتطلع فيها عن المصرح كل سنة بالزبط تعال بقى العازة اتعرف عليك شوية تمام تعالنا كم سنة الاول عشر عشر سنين ام سنة كام رابعة سنة رابعة شاطر بقى ولا مش شاطر 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 جامد يعني شاطر بس كده كده موما بتفرج علينا دلوقتي فلما هطلع هسألها هتأكد سي شاطر اتا شكلك شاطر شكلك شاطر وزاكي اه بتلعب ايه بقى صباحة وخمسي حديث خمسي حديث انا عارف انت لسه متكرم الدرق الحلو دوت بتاعك دلوقتي لسه متكرم من اتحاد الخمسي الحديث اه بطل جامد برضو بتلعب رياضة من امتى الخمسي بقى لي سنتين وشوية وصباحة بقى لي ستة ست سنين ست سنين من زمان او انت بتلعب من زمان وشاطر يعني بتسبق كتير يعني النهاردة وانا داخل على الهوى قلتلي انا عايز اقول حاجة للرئيس عبدالفتاح السيسي وقلتلك اول ما اخش هسيبك تتكلم براحتك وعدك يعني انا لسه ما عرفش انت عايز ايه بصراحة بس اقول لي انت عايزه او الصراحة معادة اشكر سيادة الرئيس اراملا انه هو قل لنا انه هو هيكم هيخلي المجتمع هيبيبقى يبقى مقدمج معنا صح قال لي welfare هولمقدامج معاك وشانتم اللي تندامجهم فى المقدم صح طبعا طبعا اه يعني دا احنا يعنى انت البطل احنا نجي نتلزقت فيك شوية توان ثلاته ونفسك في ايه تاني اكتجيك تقول لي حاجة تاني وكان نفسي اطلع او كان نفسي احضر كل الاحتفالات بتاعت الجيش والشرطة ونفسي اروح الحربية كل يوم اشتغل فيها استنى انت كده خليتني بقى ربط حاجة انا اقعد مع امها برا قبل ما نخش على الهوى قالت ان انت راجل وطني جدا من زمان بزر انت عايز تخش على الحربية على طول وتحضر كل الافنتات والاحداث بتاعت الشرطة والجيش صح اه مش يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله تبقى موجود في كل مكان بس انت تشرف اي حتة يا بص الصورة بتاعتك ايه النهاردة من الحدث مين كان بيصورك يا دي تعريب امم الله الله على اللبس الجامل من جاب لك اللبس الجامل ده ماما جيش الجيش امم ايه اللي اعمر ده دي ماما صح اه صور مع ماما اه بس الماما بتحبك اوي وانا داخل دلوقتي لقيتها بتحبك اوي اه والدكتورة من بينا الكباش طبعا جميلة برضو ستة عظيمة يعني ماشي انت عملت تتصور اليوم كله صح ماشي انت عملت تتصور اليوم كله طبعا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اه الصور صور حلوة الصور حلوة مو ما قالت لي احنا داخلين ايه كنت من زمان بتحب تفرج على مسلسلات وافلام وحاجات كده الحاجات الوطنية داية اه صح تحب ايه تحب تفرج على ايه ايه حاجة تخص الجيش والشرطة اوكي اه ايه الحاجة اللي لفتت نظرك اول اه وقلت اه عجبيتني اوش اه دلوقتي انا عيضت عشان السداد اه لو السداد قتل هو ليه جابلكم واردوكم وقتلتوه عيضت على المشب بتاع مقتل الرئيس السداد رحمة الله عليه اه عشان هو اللي جاب الارض وراحوا قتلوه اه ايه الجبال دا رحمة الله عليه طبعا البطل المصري العظيم ايه الجبال دا خليه طيب انت بقى لما هتكبر شوية نفسك تعمل ايه نفسك تشتغل ايه نفسك يعني انت بتفكر في احلامك ايه بقى انا الصراحة بفكر ان انا بمعجيش وعمل لهم وساعدهم في اسلحة جديدة عشان نقدر عشان تبقى البلد تبقى في امان اكتر عايز تصنع اسلحة عشان تبقى البلد في امان اكتر عايز تختار يعني تبدأ تصنع اسلحة اوه عمل لهم برامج اه برامج الالكترونية الالكترونية ايه الحلاوة دي احنا واضح ان انت هنستفيد منك كتير اول حابة اللي جايين دول ان شاء الله ونستفيد منك من دلوقتي اصلا يعني ان شاء الله في التمرين كمان احكيلي كده اه هو من اول حد لحد الخميس بصحة من الساعة ستة ستة الصبح اه وبنزل سبعة عشان مدرسة اه وبرجع يا ام خمسة يا ام ثلاثة بترجع من الساعة خمسة يا ثلاثة اه بتزهقش بقى بتحبي التمرين بتحب التمرين مين دايما اللي بيقفوا يعني مين اللي بيروح معاك التمرينات cido ماما ماما اللي بتروح معاك التمرينات طوال بتحب انت واتي معاك التمرينات بتشوفك بطل ان شاء الله بتشرفها يعني ان شاء الله طب انت لانا بتشوفها كده بتقول لا انا لازم يابقى ناجح وشاطر لازم هاه انت شكلك عايز تنعم لاți او موكسوف لا انت بتكسبش انا عارف احنا كنا عمين بره عمليين اتكلم و بتشرب نسكافيها دي بشرب نسكافيه وبطل كده هفضحك على الهوى طب نص صحابي ابطال وبشربه عادي ما انا هارف عادي انا بحذر يعني ماشي انا بحذر بس كنت عايزة جيب لك اي حاجة كده عصير ولا حاجة يعني لا انت من الحاجات اللي انت بتحبها في حياتك يا انت بتحب تلعب ايه بتحب تروحي الحاجات بقى الترفيهية سيبك بقى من الجد بقى اللعب الرياضة والدراسة بتحب تلعب ايه بقى بتحب تلعب بلاي ستشن مثلا بلاي ستشن فيديو جيم ايوا بس شاطر في بلاي ستشن اه بتلعب ايه يا اما في فا يا فيفا يا بيس بتلعب فيفا يا بيس بتلعب بمين انا اي فلقة اوكي اي فلقة بتكسب بيها لا بس يفيدنا صحابي ما قدرش عليهم ما بتقدرش عليهم والباين بتدوس عليهم بقى بتكسبهم عادي اه صحيح دي بقى نلعب مع بعض مطمئ نلعب مع بعض السنة الجاية ان شاء الله هشوفك بطل وتفضل بطل مش هشوفك بطل تفضل بطل ربنا يا ربي حقالك كل اللي انت بتحلم بيه وانت شرفتنا وانت فرحتنا وانت اصلا شكلك على بعضك كده مبهج ومفرح فربنا يا ربي يخليك لماما وبابا وأهلك وتفضل على طول مبسوط كده ومنور وتفيد البلد زي ما انت نفسك تفيد البلد كده ان شاء الله بإذن الله شرفتني النور تاني يا محمد بنورك حبيب عايزوا الحجام المنختي باشكر يا صدر رئيس بس طبعا امشكرك يا محمد شكرا يا حبيب ده كان لقاءنا مع البطل محمد ماضي بطل مصر فيه السباحة والخماسي الحديث واحد أبطال قدرون باختلاف كان منور النهاردة كان منور النهاردة لاحتفالية لأمر الجميل ده اللي اتشرفت جدا اللي هو كان موجود معايا النهاردة لسه بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هشرفتني بنورني محمود شاكر خليكم معنا